أنا رحيم ربي شرح لي صدري ويسلي أمري وحلو لأخذة من لساني يا فقا وقاوليك طالما إحنا والمشاهد بتاع برنامج حضرة المواطن أصحابي وبقى عايز أحكي لكم الحكاية بتتم إزاي الحكاية إحنا بنحاوله فريد إعداد معنا بنعمل نوع من أنواع الطبخة بنعمل لحضراتكم واجبة لأن بما إن ده البرنامج الرئيسي وبيسموه من اسمه توك شوف إحنا بنحاول نعمل طبخة نحاول نجيب الحاجات اللي المجتمع بيتكلم فيها نحاول نشرحها ونفسرها ونوضحها ونلقى الضوء عليها فأنا عايز أقول لحضراتكم أحياناً الموزيع أو فريد إعداد إحنا بشر بنحب وبنكره إنما إحنا بنتجرد كتير جداً جداً من عواطفنا وإحنا بنشغل يعني أنا ممكن حد أكون صحبي قوي بس ماقدرش أدخله أو أخلي فريد إعداد أو حد أكون مش مستريح له أنا ما بعرفش أكره حد إنما غصب عني أجيبه ويتكلم وابقى محايد تماماً تماماً فإحنا مش بنروح نعمل عملية اختيار إحنا بنقض كده إيه حطيه الرجل على الرجل نقول بقى إحنا نجيب سين وقصاد وحاجات كده ناس كتيرة جداً تكلمني يقولولي مثلاً إنت جبت فلان ليه؟ إنت استضفت فلانة ليه؟ إنت الرجل ده مش عاقب في مرة أقال عليك إيه؟ أنا مليش علاقة بالكلام ده أنا الحاجة بنساها بعد خمس دقائق فيما يخصني وأنا البرنامج ده مش ملكي ولا أنا ولا فريد إعداد ولا حتى خناة الحدث اليوم تلما طلعنا على الهواء بيبقى البرنامج ده ملك المشاهد اللي بيشوفنا دي بده بديئيات بنقولها كده يعني ليه بقى أقولي الكلام ده؟ لأن مبارح من مبارح بالليل أنا لم أرى في حياتي اللي شفته وخلونا أكون صريح مع حضراتكم إن انتخابات المرحلة التانية بدأت مبارح على كل وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة الناس كلها أعدى مترقبة نتيجة الأستاذ مرتضى منصور في دايرة مدغة وخلينا أكون صريح لحضراتكم المستشار مرتضى منصور له عدوات وله يعني ايه واختلافات مع ناس كتيرة جدا جدا وكنت أتوقع أن يكون هناك في قدر من النبل بمعنى ايه؟ بمعنى أن حضرتك حتى لو عدوك يا أخي وسقط من على جواده خلاص أكف أنا لا بعطي دروس في الأخلاق ولا في القيم ولا حاجة أنا بقولي الكلام اللي في الداخل كل واحد فينا بتحاول تعرف الإنسان ده ايه؟ اختلف معه عايز تعرف معدن الإنسان اللي انت بتتعاني معاه اختلف معاه لو اختلفت معاه وفجر وكان لديه لدد في الخصومة سيبك منه خالص لو لقيته متسامح وبينسى وعنده قدر عن العفو وي 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 ويعتزره حاجات كده قربه وقرب منه قوي إنما دي حال الدنيا أنا شفت مبارح كوميكس وشفت حاجات وشفت ناس لم يكن على مستشار مرتضى منصور على وفاق معاهم في درجة من درجات اللدد غير العادية في الخصومة ما عرفش يا درجة الخصومة بينهم من بعضها دي بالمناسبة عايزة أقول له حضراتكم أنا دخل معي المستشار مرتضى منصور في الخصومة وأنا هو كنا أصدقاء إنما الحياة بتمشي وبعدين في البعض اللي فيه كمية الشماتة الحقيقة ممكن حد يطلع يهاجمني زي فيه اتنين تروا يهاجموني من فترة هم أحرار حاجة تخصوهم بتاعتهم يعني بس أنا في الموقع ده ضد الشماتة ولما يكون عدوك أو خصمك سقط من على جواده تكف ربنا سبحانه وتعالى ما يكسرش خاطر أي حد وأنا بالنسبة لي كتير جدا من أصدقاء اللي بحبهم وبحترمهم فيه ناس ما نجحوش وأنا كنت أتمنى أن يكونوا في البرلمان زي متحة الشريف وزي محمد إسماعيل بصراحة كنت أتمنى اللي اتنين دول مش علشان محمد إسماعيل حشغالين مع بعض ولا عشان متحة الشريف صديقي بس نتيجة لأن دول اتنين نموذجين محترمين أوي وشغالين أوي متحة الشريف عايش حياته اللي 24 ساعة شغال نائب برلماني في دائرته أو في البرلمان الراجل اللي 24 ساعة شغال نائب شديد الأدب والمهنية والاحترام محمد إسماعيل كان اللي 24 ساعة عايش في الدائرة بتاعته أنا بقول لكم اسمين هو ولم أكن أتمنى أن هم الحظ ما أحلفهمش إنما الدنيا كده ودائما نقول لهم خلاص مش هناخد أكتر من نصبنا إحنا عملنا لعلينا المسائل بتمشي والدنيا كلها محطات بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم هي المسألة كده ويا أخي اللي انت يعني افعل ما شئت كما تدين تداد برضو أنا لا أعطي دروس في الأخلاق ولا في المهنة ولا في أي شيء أنا بقول يا جماعة حنانيكم علينا يعني إحنا المصريين مهما كانت العداوة ومهما كان الاختلاف يعني أنا ضد الشماتة لأن اللي موجود لما يبقى ده ترند ويبقى ترند عالمي والكلام بقى 100 غمر بقت 200 غمر وبقى 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 هذا كلام لا يجوز وهذا كلام الحقيقة ضد المنطق وضد العرف وضد أشياء كثيرة جدا 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 ولكن ظواهر عشان كده أنا بدأت المقدمة بقول فيها إن أنا مش من أحيانا وإحنا بنشغل التوكشو بنبقى مجبرين نشرح ونفسر ماذا يحدث لماذا نجح ولماذا سقط ولماذا ولماذا أسئلة الحقيقة مش النهاردة وقتها مش وقتها ده اللي أنا أقول عليه إنما في المقابل الفرحة غير عادية فرحة غير عادية بمعنى إيه بمعنى إن في ناس الحقيقة كمان من ضمن الناس اللي خسروا الدكتور صلاحة صاب الله المتحاس الرسمي بتاع البرلمان وده كان واحد الحقيقة رجل دولة البعض زعلان منه البعض مختلف عليه أنا بتكلم على الراجل ده رجل دولة صلاحة صاب الله مش معنا إنه مشي بقى مش متحاس رسمي فنقعد أقول عليه ما ينفعش ما ينفعش من ضمن بقى اللي نجحه الأخبار اللي تخليك تبقى مطمئنة وتبقى فرحان ويبقى عندك نوم الأنواع الرضا إن النائب أحمد تنطاوي فيه ناس كتيرة جدا بتختلف معاه وأنا مختلف أنا شخصيا سيد علي مختلف مع النائب أحمد تنطاوي في بعض تعبيراته وبعض الحاجات اللي بيقولها مقفر فيها قوي قوي بس وجوده مهم تاني مختلف جدا مع النائب أحمد تنطاوي في انفعالاته وفي التضخيم وفي أشياء كثيرة جدا وفي حاجات لا يجوز إن كانت تتقال ولكن وجوده مهم في هذا البرلمان من ضمن الناس اللي أنا فرحان لهم قوي النائب ضياء الدين داود ضمياط شيء مشرف ولما كان استبعد ورجع أنا قلت الفريق الأداد هتقولي يا راجل ده بأي طريقة واحد زي ضياء الدين داود هو نموذج للبرلماني المعارض المحترم ترجمة نانسي قنقر